ضمن مشاركة مجلس الشورى في الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء قامت الأمانة العامة للمجلس بتوزيع الشتلات الزراعية على الموظفين وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وفي هذا الصدد أكدت الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات السيدة كريم العباسي حرص الأمانة العامة على المشاركة في المبادرة ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الموظفين والمساهمة في دعم وتطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين